عبر الأقمار الصناعية من درعة مراسلنا محمد الحوراني مرحبا بك حوراني يبدو أن الهدنة في جنوب سوريا لم تصمد كثيرا مع وجود بعض الخروقات اليوم من قبل قوات النظام ما الجديد لديك؟ نعم أحمد أهلا بك كما ذكرت أن الهدنة لم تصمد كثيرا في جنوب البلاد في جنوب سوريا بالتحديد محافظة درعة والقنيطرة وريف السويداء اليوم تخلل المناطق الجنوبية والأسيما ريف درعة الشرقي سقوط بعض القذائف المدفعية من قبل قوات النظام المتمركزة في ملعب البانوراما وأيضا منطقة خربة غزالة قامت باستهداف كل من الغرية الغربية في ريف درعة الشرقي وبلدة سيدة أيضا بالإضافة لسقوط بعض القذائف الهاون على أحياء درعة البلد هذا بالنسبة لدرعة إلى القنيطرة كانت قوات النظام قد حاولت التقدم إلى منطقة بلدة الصمدانية ضمن عملية عسكرية التي قسرتها منطلع الشهر الماضي اليوم القوات النظامية أيضا حاولت التقدم باتجاه حي المنشية ولكن دارت هناك اشتباكات متقطعة باءت بألف شل الوصول إلى محافظة السويداء ولا سيما ريف السويداء الشرقي تمكنت قوات النظام المدعومة من الميليشيات إيرانية وأجنبية من استعادة السيطرة لعدة مواقع وعدة بلدات في تلك المنطقة وأبرزها تل أصفر وتل الشيب وبلدة الشيب وأيضا رجم البقر هذه المناطق كانت المعارضة قد حررتها سابقا من تنظيم داعش الإرهابي ضمن معركة وسرجنا الجياد في البادية الشامية وريف السويداء واضح جدا أحمد أن النظام لم يلتزم في الهدنة الروسية الأمريكية في جنوب البلاد هناك سقوط قضائف هناك عدد من الجرحى في بلدة صيدة تم إسعافهم إلى نقاط قريبة المعارضة قالت لنا سابقا أنها هي لا تثق بنوايا النظام بالتزامه به الهدنة وهي كانت جاهزة لمثل هذه الخروقات اليوم المعارضة تقول لنا أيضا أن هي كانت ملتزمة في أي قرار وقف اطلاق نار سواء سابقا أو قرار حالي لكن النظام لم يلتزم ولا سيما أن النظام ما زال يتسقط بتعزيزات عسكرية من ميليشيات أجنبية إيرانية إلى محافظة درعة وقال لنا أحد قادع الجبهة الجنوبية العقيد نسيم أبو عرة الأمس أن قوات النظام قامت أيضا بتعزيز مواقع في منطقة الصناعية في درعة المحطة بميليشيات أجنبية وإيرانية وهذا ما ينذر بأن قوات النظام لن تلتزم بالهدنة وهي تسعى إلى فتح معارك قريبة في الجنوب السوري نعم شكرا جزيلا لك محمد الحوراني مراسلنا من درعة متحدثة إلينا مباشرة عبر الأخمار الصناعية من هناك